القادة والمثقفون السوريون لا يرغبون عموماً أن يقودوا بالمعنى الحقيقي للكلمة استخدام الأموال الموجودة نعم والقيادة من الخلف نعم لكن ليس القيادة بالمعنى الحقيقي وحدهم الأصوليون المسلمون يمارسون القيادة ويستبدون بها وإني أنظر بأساً لما حصل للجيش السوري الحر على الأرض وعلى أيدي القيادة السياسية والقوى الخارجية الداعمة لها مرة أخرى نعم غياب القيادة المثقفة والمسيسة هو عنصر هام تشكل إلى حد بعيد نتيجة لسياسة ممنهجة من قبل النظام نفذها منذ وداية الحراك بالقتل والاعتقال أو النفي لتلك العناصر وتقطيع البلاد إلى جيوب أمنية حالت دون ظهور سياسات وطنية جامعة إن السياسات التي صيغت إلكترونياً كما عكستها شعارات أيام الجمعة في البداية غدت بسرعة احتكاراً للإخوان المسلمين ممن أطفوا المزيد من الدين في المحتوى وعملوا على زخرفة وتشويش الحراكي على مقاسهم كتاب حواري أجراه حمود حمود مع الدكتور عزيز العظمة معتمداً على لحظة تاريخية خاصة في المنطقة العربية حيث تتصاعد الأصولية الكتاب يقدم قراءة تاريخية عامة تدرس تجليات الأصولية ومرتكزاتها وآفاقها وخاصة في المثال السوري ويقدم تحليلاً موسعاً من وجهة نظر الكاتب لارتباط العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية مترافقة مع التغيرات الدولية التي آلت إلى انتقال الأصولية لتكون في مركز الحدث في جغرافيا محددة الكتاب عموماً يقدم القراءة الخاصة للمؤلف التي اختلف معه فيها آخرون عن كيفية صعود الأصولية بنموذجها المشرقي والسوري على نحن خاص سوريا بلد قد اقتلع وحدة جغرافية سلخ ما فيها من مجتمع بعدما بادر النظام إلى تحويل نفسه إلى قوة احتلال غدا تسوء الاستجابة للأزمة السورية والحراك الناجم عنها يوم فشل رئيس الجمهورية في الاستجابة فآثر اللجوء إلى سياسة صفرية وكأنه أراد أن يؤكد لنفسه وغيره أنه ابن أبيه بل متفوق عليه وفي ذلك حصاد لما زرعه النظام على امتداد ما يقارب نصف القرن الآن سوريا بلد مقتلع خراب وأطلال يسمع فيها عزيف النظام وداعش وصد البوم وأزيز الرصاص تتناهش الضباع وتتناهش حوله لذلك لا أفهم الباعث على صياغة المشاريع التي تفترض إمكانية إعادة الإرمار انطلاقا من الصورة التي كانت سوريا عليها عام 2011 مع بعض التعديلات الدستورية والإدارية لا مستقبل لسوريا كبلد إلا إذا أعيد اختراعها أي تكوينها في انقطاع مع ماضيها القريب والبعيد باستخدام المادة البشرية التي تبقت في كتابه سوريا والصعود الأصولي كما في معظم رؤيته عن الإسلاميين عموما والأصوليين على نحو خاص هناك من يتفق مع الدكتور عزيز العظمى وهناك من يخالفه في رؤيته وهذا أمر طبيعي في مسألة راهنة حيث ما زالت المجتمعات الإسلامية والعربية تعيش التجارب السياسية المختلفة بشأنها لهذه الحركات حتى اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر